رحمة الله وبركاته. اهلا بكم. انا نتكلم على طريق تحويل تلاجة ديجتال. اه اللي هي كارتة. انا نحولها لطايمر. اه طبعا طريقة سهلة. لو اتبعنا الخطوات ما فيهاش اي مشكلة. اه دي هنعملها في خمس خطوات. اول خطوة. اه لازم نكتبها طبعا ونعرف الحاجات دي او نحفظها. ونفهمها كويس هي بتتعمل ازاي. هناخد فردة من كابل الكهرباء. بنوديه على السرومستات. اه وفردة من السرومستات التانية طبعا السرومستات بكل طرفين. بنوصل فردة للسرومستات. اه للطرف الاول. واللي ناخد من الطرف التاني يروح على رقم واحد في الطايمر. وده كده رقم واحد. اه بالنسبة للخطوة التانية هناخد فرد الارضي اللي هو الفرد السلك التاني من الكهرباء. اه بنوديه السخان. على طرف السخان. طبعا لو اتنين سخان بنوديع على طرفين من السخان. تمام? والفرد التاني بتاع السخان هيروح على السيرمو ديسك. علشان يوصل على التوازي. الفرد التاني من السيرمو ديسك هيروح على رقم اتنين في الطايمر. فده كمان الخطوة التانية وده رقم اتنين من الطايمر. الخطوة التالتة هناخد بقى من رقم اربع فردين مشتركين. اتنين سلك. واحد منهم يروح على اللي هو متوصل في كباس او المطور بتاع التلاجة. والفرد اللي باقي هيروح على فرد من المروحة اللي هي بتاع الفريزر. والفردة التانية بتاع المروحة اللي باقي هيروح على الارض او السلك التاني بتاع اه الكهرباء اللي هو في الخطوة رقم اتنين. تمام? يبقى كده خلصنا الخطوة رقم تلاتة هنروح للخطوة رقم اربعة. هناخد سلك من الارضي اللي هو الطرف التاني من الكهرباء يروح على رقم تلاتة في الطايمر. اه رقم خمسة خطوة الخمسة هناخد سلك من الارضي تاني يروح على اللي هو مجموعة المطور بتاع مجموعة الكباس او المطور. تمام? دي طبعا خطوات تحويل من كارتل بكل سهولة باختصار جدا. طبعا على حسب الطايمر ممكن نبدل واحد مكان مكان تلاتة او تلاتة مكان واحد علشان على حسب نوع الطايمر علشان تشتغل معانا لو في اي مشكلة. وشكرا. اشتركوا في القناة